أهلا بكم مرحبا بكم معنا في الدرس الأول واللي غادي يكون حول موضوع الشركة أو الانترابخيز قبل ما عمدوا الكوخ طلب أنكم تحاولوا يكون معكم دائما دفتر وقلم باش تحاولوا تاخدوا دينوت وفي نفس الوقت أنا غادي نترح أسئلة تحاولوا تجاوبوا على الأسئلة بحل راكم في الكوخ في مقاسم فعلا لأن المقاربة التشاركية هي كتساعدكم على الفهم أكتر قبل ما نبدأ هنا ولكن الإحسائيات كتقول أن الإنسان كيعقل على 10% من الأشياء اللي كيسمعها على 20% من الأشياء اللي كيشوفها و80% من الأشياء اللي كيعملها هو بنفسق والذي كيبقاها هو بنفسق إذن دائما هنحاول فلكو أنا ننترح بعض الأسئلة اللي تخلي هاد الابخوش participative أو للمقاربة التشاركية هي الغالبة أو الطابع الغالب على الكوخ دينا إذن أولاً غادينا نرجعوا للسؤال دينا ما هي الشركة؟ إلا أطلب منكم الأستاذ تعطيوا من ديفينيسيون حاولوا تاخدوا واحد جوجة لثلاثة تقاريق عملوا تبوز لفيديو وحاولوا تشوفوا بالنسبة لكم شنه هو التعريف ديالشركة إذن بعد ما شهتوا التعريف ديالكم هذي نعطيوا التعريف الاقتصادي اللي كي تعطى لهذه الكلمة في لغة الاقتصاد إذن التعريف الاقتصادي كي يقول لك أن الشركة هي نظام أو منظومة اللي كتساعد على إنتاج واحد المنتجات أو لخدمات بش بيوهو وفالهدف من هاتف شكامل هو أننا نحقق الريبح لأنه لغة الاقتصاد من المقاتصاد لأنه لغة الاقتصاد الانتجام كلمات الشركة هي نظام يعني خاصة يكون فيها واحدة طريقة ديال التنظيم اللي غادي تخلي العمل او لتخلي عجلك الانتاج كتدور هذيك شركة دانيا واحد المنظومة كينتظم فيها الشغل كينتظم فيها اشخاص كينتظم فيها موارد باش هذيك المنظومة كتساعدنا اننا نسجو كأن كلمات الانتاج او المنتجات يعني الشركة لهذا اختلاح هي انها تنتج واحد المنتج هذيك المنتج يقدر يكون شي حاجة مادية يعني مثلا ميكان نقوله قلم او لا طاولة او لا باب او لا اي شيء هذا واحد المنتج اللي كنشتو بدينا ولكن المنتج يقدر يكون غير مادية كذلك يعني كتسم هذيك ساعد المنتج كيولي خدمات يعني مثلا ميكانش البنك ما كيعتميش بالضرورة واحد المنتج شي حاجة كنشتدها فييدي ولكن كيعتوني الخدمة ديالهم الخدمة البنكية او لا مثلا كميشي الانتشاهي كيعتوني تاني هذيك الخدمة ديال الانتشاهي اكسدرا اكسدرا دونك الشركة هي واحد المنظومة الليكتخدم باش كتنتج هنا سواء واحد الخدمة اولا واحد المونتج يعني المنتج كيكونよね اما ماده او غير ماده شنو الهدف ديال هذي الشركة لأنها تبيع هذه الخدمة ديالها تبيع هذه المنتج ديالها تبيع هذه البروديوين للجهز والغدف الأساسي لماذا تفعل هذا الشيء كامل هو أنه أصحاب الشركة يكون هناك في الآخر ربح مادية لهذه الشركة هذه إذا كان ربح معنوي فقط ما غاليش نكونوا في شركة ما غالي ندخلوا في أسوسياشن يعني رب نكون هذه الساعة تخمر في دومان آخر اللي هو الغير المادية ولكن احنا كنهضرو دائما على الشركة الآن منعرفنا اشنا هي الشركة إذن عندنا ناحية فيها الانتاج وعندنا ناحية فيها المنتج وفيها البيع من أجل تحقيق الربح غالي نشوفوا واحدة هذا الشيما كبير لكم او كبير لنا اشنا هي الشركة بطريقة سهلة إذن في اليسار ديالسورة نشوفوا مكتوبة انتربخيز يعني الشركة الشركة مناش كتكون أول حاجة وأهم حاجة كتكون من الكابيتو أو رؤوس الأموال يعني باش من أساس الشركة خاصني ماورد مالي أو هذا المالي يقدر يكون هذا الكابيتو كيكون عبارة على أسهم أو لعدة أشياء إذن خاصني الكابيتو هذه أول حاجة ثاني حاجة خاصني لپرسوني 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 أشنو خاصني تأني خاصني لإكيب من يعني خاصني تجهيز عندي مثلا آلات اللي غريت نخدم بيها وحتو خاصة كون شركة ديال المنتجات خاصة كون مثلا محتاج شركة ديال الخدمات أخرى محتاج ديال ordinateur دي برو دي شايز الپرسوني وخاصني لزيكيب من وخاصني حاجة أخرى هي الماتيخ برو ميخ أو للمادة الخام اللي هي غدي نشتغل عليها هذه المادة الخام وغدي نحولها باش تحول لواحد المنتج في الأخر يعني مثلا شركة مثلا كتصنع أشياء من الخشب كتديم مثلا النجارة المادة الخام ديالها غدي تكون من المواد الخام عندهم الخشب عندهم tous les accessoires اللي كتخلو في الجارة اكترا هذه المادة الخام أولا للماتيخ الپرسوني شركة كتديم دي partنير يعني نس كتديم دي partنير يعني للي partنير financier يعني عبناء اولا نس للي سعود باش بي يأتيوها سيول المادية وكتديم دي 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 كتديم الموريد للي فورنسير كتديم يقدروا يكونوا دي partنير في الإدارات باش يسهم الأمور الإدارية إلى ما غير ذلك إذن هاد المنظومة كاملة كتأسسلنا الشركة هاد الشركة هاد شي كامل هاد شي كامل كيتخلط يعني رأس المال مع l'équipe مع هذيك المادة الخام مع الپرسوني كي يخدموا 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 باش يخرجوا لنا واحد البرودي واحد المنتج كما قلنا المنتج مادي أو معناوي هادك البرودو هادا أنا كشركة هاد أفتري أنني نبيعو في السوق كنبيعو في واحد المارشي هذا السوق ديالي يعني ميكان قلو المارشي ما تهدوش على السوق بصفة عامة ولكن كل شركة عندها السوق ديالها يعني مثلا واحد يخدم في البرودو ديال عنده سوق ديال ديال برودي ديال واحد يخدم في من جارة هو السوق دياله هو الناس اللي محتاجين الأشياء مثلا اهتائذ أو لحاجات من جارة اكسي دار الهدف ديال الشركة هي أنها يكون عندها واحد من جزء من هذا السوق يعني يكون واحد الناس هذا السوق مثلا لك يتشكل من واحد لعادة ديال الناس مثلا من يتقال ديال الناس أنا الهدف ديالي هي نسبة أكبر نسبة ممكنة من هدوك لك إذن نشوفه في هامين ديالصورة نرسلنا واحد اللي مخشي اللي هو الدائرة وهذا السوق كامل اللي ممكن أنه يقدر يشير من عندي وهذا الجزء الأخضر هو نسبة الشركة اللي تكون نسبتها من هذا السوق إذن نتمنى أننا نكون فهمنا معنى الشركة معنى الاقتصادي سؤال الثاني اللي سوف نفسه ونجد تحاول تجاوبي هما في نظر القطاعات اللي ممكن تشتغل فيها الشركة إذن سوف نجد تحاول تلقاء القطاعات الرئيسية الموجودة من نسبة الشركة حاول تسجل الأجوبة بديلكم ونحن إن شاء الله في الحلقة القادمة نعطيكم الأجوبة ونحاول نفهم علش مهم أن الشركة تعرض القطاعات اللي تشتغل فيها دمتم في رعاية الله وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر